اشتركوا في القناة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بأن أبواب الوزارة مفتوحة لخدمة الجميع وتقديم التسهيلات وتدليل العقبات لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة وأوضح الزياني خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها الوزارة للمستثمرين بأن اقتصاد البحرين مقبل على مرحلة جديدة من الاقتصاد الرقمي والتي يجب الاستعداد لها وتهيئة البيئة الاستثمارية لها والتكيف معها وأكد الزياني أن اليوم أصبح عصر الاقتصاد الرقمي وبأن هناك كفاءات كثيرة وجيل طموح مفعم بالتطلعات التي تتجاوز الواقع الحالي إلى مستويات متقدمة تتواكب مع التطورات العالمية فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسة الأسبوعية أربع عشرة مناقصة تابعة إلى خمس جهات حكومية بإجمالي 79 عطاء في حين تم تعليق أربعة عطاءات تابعة إلى جهتين فيما بلغ مجموعة أقل العطاءات المقدمة نحو 2.7 مليون دينار هذا وقد طرحت وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني مناقصة للعطاءات المالية لتشغيل شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن مشاريع الصرف الصحي تقدم إليها أربعة عطاءات أقلها بقيمة 396 ألف دينار بحرينيا كما فتح المجلس أربعة مناقصات لإدارة المخازن المركزية بهيئة الكهرباء والماء إضافة إلى فتح ثلاث مناقصات لشركة نفط البحرين بابكو لتوفير خدمات الآلات الدقيقة للتحكم في العمليات وتوفير وتركيب معدات لورش التدريب بأكاديمية النفط والغاز نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في تحقيق مكاسب جيدة نهاية الأسبوع الماضي حيث تخطى مستوى 8400 نقطة وللمرة الأولى في آخر ثلاثة عوام ومنذ نهاية تعاملات أغسطس 2015 واستفاد المؤشر العام من زيادة الطلب على الأسهم وخصوصا أسهم الشركات القيادية في قطاعات المصارف والبتروكيمويات ومعهم سهم المراعي الذي سجل أكبر زيادة في السعر لينهي المؤشر تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع وصف نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وصف إعلان رؤية التكامل السعودية الإماراتية عبر 44 مشروعا استراتيجيا بالفرصة التاريخية لخلق نموذج تكامل عربي استثنائي تنمويا واقتصاديا وعسكريا وقال الشيخ محمد بن راشد في حسابه بتويتر إن السعودية والإمارات وعبر مجلسهم التنسقي برئاسة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان ومعهما 350 مسؤولا من البلدين تبدأان مسيرة جديدة في تاريخ المنطقة لخلق حراك تنموي واقتصادي جديد عقب لقائها بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان أعلنت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيدريكا موغيريني عن دعم الأردني في كطواته الاقتصادية كشفة عن العمل على اتفاقية لدعم الجهود الإنسانية في المملكة وأوضحت موغيريني أنه جرى تخصيص 20 مليون يورو كمساعدات للفئات المهمشة وكجزء من مبلغ مليار يورو والمخصص لدعم ومساعدة الأردن خلال السنوات المقبلة اتفق زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ختام قمتهم على الحاجة إلى تجارة حرة وعادلة ومفيدة للطرفين وعلى أهمية محاربة الحماية التجارية وقال الزعماء في البيان الكتامي الذي ركز بشدة على الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها أنهم يسؤون جهدين لتقليل المعوقات الجمركية وغير الجمركية والدعم بين هذه الدول